بعد تنفيذ قرار النيابة بضبط أحضار الصيدالي أحمد أبو النصر والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بطبيب الكركمين بدأت الأجهزة الأمنية عمليات التحقيق معاه وقالت الأجهزة الأمنية أنه بيتم التحقيق معاه حالياً بتهم تتعلق بأنه منتح الصفة الدكتور علاج بالأعشاب لقيامه بالتدليس على المواطنين ويهمهم بأنه خبير علاجي يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب وأنه بيروج لده على قناته على موقع يوتيوب وعدد كبير من القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت وقالت الأجهزة الأمنية أنه تم استهداف أحمد أبو النصر والمراكز الخاصة به وتم كمان ضبط مركز رئيسي لإدارة عمليات قناتين من القنوات اللي بتعلن عن منتجات أحمد أبو النصر ومركز اتصالاتهم بخدمة العملاء ومن خلال مداهمة الأماكن دي تم ضبط ثلاث مراكز علاجية ومنفذ لتوزيع الأدوية غير المرخصة بالجيزة ضبط المديرين المسؤولين عنهم وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط ثمان تلاف خمسة واربعين عبوة أدوية علاجية ومستحضرات تجميل ومبالغ مالية من متحصلات البيع وبمواجهة المتهمين اعترفوا بعلمهم بوجود المخالفات دي بالاشتراك مع المتهم الأول مالك المراكز والشركة المنتجة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وكررت النيابة العامة ضبطه وأحضاره بعد ثبوت الاتهامات والنهاردة قدرت الأجهزة الأمنية من الأبد عليه في منزله بالشيخ زايد أحمد أبو النصر من مواليد مادينة المنصورة بمحافظة الدقاهلية وتخرج من كلية الصيدلة في جامعة المنصورة إلا أنه بيقول أنه حصل على ماجستير في العلاج بمستخلصات النباتات الطبية من جامعة القاهرة ومن الأسرار عن الدكتور أحمد أبو النصر أنه بيمتلك أكتر من ثلاث مراكز للعلاج بالكركمين في محافظة الجيزة متوزعة على مناطق فيصل وأكتوبر والدق خلال الشهور الأخيرة كان حذر جدا في تنقلاته لدرجة أن عدد من اللي تعالجوا عنده قالوا أنهم كانوا بيتواصلوا معاه عن طريق تليفون في العيادات ومش بيشوفوه وأما عن صروته فكشفت التقارير أن صروة الدكتور أحمد أبو النصر بتتجاوز الـ 25 مليون جنين جمعها في فترة لا تتجاوز الـ 3 سنين وبالرغم من أن ما فيش أي مصدر رسمي للكلام ده إلا أن أكتر من موقع إغباري تكلموا عن حجم صروته اللي جمعها في الفترة الأوليلة دي